السلام عليكم لبنات الأمهات والمتتبعات ديولي كديرين لبس عليكم كنتمنى إن شاء الله يلقاكم الفيديو ديالي في أحسن الأحوال يا ربي مع فيديو جديد ومع طلبية جديدة إن شاء الله غنتقاسمها معاكم بجميع التفاصيل لا كل شي كل شي يا البنات ما غدين بخال عليكم متى شي حاجة لتملبيع لأي حاجة كيف ما وعدتكم هالطلبية هدي غيكون في حرشة صغار ديال القوتي وقرس عاديين هكي اللي تقدرو تعتمدوهم في الطلبية ديالكم هكي يا تملبيع جميع التفاصيل وحتى اللي ما كينجحوش مع هالقرس كينين شي حويج لي كيخليوا القرس ماينجحوش غادي نقولهم لكم إن شاء الله في هذا الفيديو وكنتمنى الفيديوينها الإعجاب ديالكم تستفدوا منه ودائما كيف العادة ما تنسونيش من واحد اللايك اللي عجبكم الفيديو كتشجيع منكم فقط وخليوشي تعليق زوين بحالكم أي حاجة تبغيو تقولوها لي كتبوها لي في التعليق إن شاء الله وانا غادي نجاوبكم عليها وغادي نديرها بعين الاعتمار وإن شاء الله بإذن الله ديبرة بديت كنشد طالبيات أي طالبية شديتها ضروري غادي نتقاسمها معكم بجميع التفاصيل ديالها هنا هالطلبية هدي كان عندي فيها 30 غرصة غرص بالنافع وزنجلين وخمسة الحبات بالشوكولاتة كي سيدة طلباتهم لوليدها وكان عندي هالبنات حتى 12 ميني حريشات صغيرة وورين اللي كي جيبتهم زوينين رائعين ومعمروا يحشموكم مع الكليين ديالكم وجميع التفاصيل اللي غادي إن شاء الله تبغيوهم هتلقاهم في هذا الفيديو هالطلبية هادو إن شاء الله هالبنات أنا بديت نتقاسمهم معكم حيث أنا بغيت صراحا نعمر الوقت وحتى باش نستافدوا كاملين أنا راني كان ختم الطالبيات من نهارة كان بارتاجي معكم الفيديوهات والحمد لله كنا مستافدين المهم أنها كي نغل إيفادة وهنا هي البنات غادي إن شاء الله باش نعجنهم هنضيرهم في العجانة هنا درت كيلو ديال دقيق كيلو ديال دقيق لبنات كي يعطيهم 30 31 حتى 32 حبة ديال لقرس غادي نزيد عليه كاس مع مرش ديال سكر سانيدا أنا ما باتهم شي يجو حلوين بزب تقدرو تضيروه كاس هنا هي كاس مع مرش ديال المزهر كاس مع مرش ديال زيت ربار كامل بالكيسان يجو معلقة كبيرة و نصف ديال نافع يجو معلقة كبار ديال اللزينجلان تقدرو تضيدو حتا حبة حلاوه أنا غير ما كانت عندي المليحة تقريبا نصف معلقة صغيرة يجو معلقة كبار ديال خميرة الخبز وخمارة ديال الحلوة وهنا هي صاشي ديال نسمة ديال الزهر زهرة البورتوقال كتعطيهم واحد لماداء قزوين كتزيد تبين فيهم ديال نسمة ديال زهر هنا جوج كيسان ديال الحليب دافي يكون دافي لتفاعل الخميرة وكاس ديال المدافي هذه هي الكيمية مضبوطة ان شاء الله عجوكم وما هادوك هنا تقدروا تعجنهم بيدكم تقدروا تدرهم في العجانة على حسب التوفرات وانا مني كيكون عندي منقضي كندير في العجانة وكندوس انقضي حاجة اخرى مني كيعجبنيش نضيع الوقت مني كنكون عندي غاية ديال حاجة وكان عجان بيد دي بالخصص إلا كانت كيمية ضدقة كتير فمن الأفضل تديروا العجانة هنا يجعلهم يتعجنوا مزيان وما القرص يجيوكم فشفشين وزوينين سوف يدلكوا باش ميجوش من داقصين وما جوش الأسرار في القرص سوف يدلكوا وخفافين سافي هنا بعدما تجمعت العجينة العجينة تكون خفيفة درت هنا شوية ديال الزيت في الطبيصل هكا باش ما تلصقش ليا في الدي ويمكن حييت ذلك العجينة اللي لسقات ليا في ذلك ديال العجينة وصافي وهنايا غنجوز نضرور يستعنوا بشوية الزيت العجينة رشادة في راسة والكرا لقصتها انتم ما تشوفوا البنات كتلصق في اليدين هذا هو السر الاساسي ديال القرص العجينة خاصة تكون مرخوفة انتم ما شوفوا ردير الزيت ولسقات ليا العجينة في الدي سافي هنا كيفما تجمعت العجينة جنابها مزيان قديتها غنغطيها ونخليها تخمر هنا ما خاصت الخميرة بزيف كي ما كينجحش معامل القرص ما خاصتش تفوت فيهم الخميرة وخاصتهم يخمروا يعني بحل دبا انا درتهم هنا غنغطيهم ندير عليهم حق المنيدين شوفوا واني كتطلع العجينة وكتبلكم طلعت سافي هندوز حيدك السلوفة اللي كنتم غطيهاها بي ودرت شوية ديالزيت شوفوا العجينة تبارك الله كيفاش ناجحة ومرخوفة وكتجي منتقبة كاملة انتم ما كتشوف والعجينة مرخوفة سافي هنا كيفما شتوا البنات غنديرها في سطح العمل اللي غنشكلها فيه وكنشكلها هنايا بالنسبة للبيع فضروري ما تعبره لانا وخات قولوا عيني ميزاني باش يجيوكم الحبة قد قد يعني حبة على الأختها ما تجيش وحدة صغيرة وحدة كبيرة ضروري ما تعبره هنايا بالنسبة لي انا فاش كان عندي لبنات المحل كنا كنديرو العجينة ججرة من هاتي حيث العجينة كل مكان تجارية هذا سر كل مكان تجارية كل ما كتعطك كمية كتير وكل ما تنتي كتستفدي منها فهمتوني مهم هنايا وكتجي حتى خفاف بزيف عفتوا لجري جوارا كيجيو بحلة خاوين ما فيهم مشقع الباب كيجيو خفاف بزيف هناك كيجيو القرص باينين هنا بالنسبة للعبار كنا كنديرو فيهم 60 غرام دبرها كل شي غلا ومالخصة دورها معجونين بالحليب نغانقول لكم تمن البيع وكل شي مهم غديرو 50-60 غرام ما بين 50 غرام 60 غرام مهم هنايا أناس قريبا تندير كدو 50 غرام مثلا 52-53 كنا نوفي دك 50 غرام ولي كن راكي يخمروا تبارك الله راكي يعطيه راكي يخمروا من اللي كيدخلوا الفران كيدزادوا يعني كي وخايجيوكم صغيرين من اللي تعبروا دك 50 غرام را تبارك الله غادي يتزادوا وأنتو ما غتشوفوا قداش غايوليو حيث كي يخمروا صافي هناك كيف مشتوا درت الميزان درت فوق منه السلوفان وكان عبر باش يجيكم لقرص ديالكم قياس واحد صافي هناك كيف مشتوا أنا غاستعمر بها دلعجينة كاملا نشكلها غادي ندوز هنايا لبنت طلبات لي السيدة خمسات الحبات بغاتهم لولدها فيهم الشوكولات باش هي يأكلهم لها هنايا كندي رغيم وربع ديالشوكولات قالا و أنا مهم أنا القرص العادي أنا في الأخرة نقول لكم نوضح لكم الأتمينة بتامن ولا كانوا معمرين بالكريم باتيسيار ولا بشوكولات الدهن ولا هدو كي يكونوا بتامن هادو لأنا قدرت غير مورسو ديالشوكولات قالا فحسبتم لها بحال هادو العاديين لأنه مشي شي عمارة عمارة كتير مشي مشكل صافي هنا يا غاي خمسات الحبات هالبنت اللي غندير ليهم مربع ديالشوكولات قالا الوسط صافي والكمية الآخرة بغاتها كاملة هالبنت غير عاديين ها كبلديين بالنافع والزهر والزنجلان وزيدو تحبة حلاوة أنا ان شاء الله غادي نمشي نتقدها ونخليها عندي اللي بغاها نبقى نديرها لي في القرص كتجيز تعطي ماذا قزوين صافي هنا يا اخديت بيضة كاملة درت عليها شوية الحليب ولا اقتهرت الخل ولا مهم أنا ولا كتدروني سكافي لابغيتهم يجو حمرين كتدروني سكافي أنا درت تقريبا واحدة معلقة كبيرة ديال الحليب مع البيضة دربتها مزيان واهم حاجة لبنت باش ميجيوا كمش القرص حكا منفوخين وعمرين بالبابة وحتى يحطوكم الحجم يجيوا كبار شوية قرصوهم واحد شوية قبل ما يخمروا أنا غيشكلتهم كيف ماشتوا كاملين دستدأ وجدت البيض واضغط عليهم مشي كتقرصوهم حتى كترقوهم اللي غيب حلا كتفشوهم كتوركو عليهم غي كتتهبطوهم واحد شوية فرا شوية صافي هنا يغندهنهم قبل ما يخمروا ما الأفضل هدي حتى هو سير أنا نقدر ندهنهم حتى يخمروا ماشي مشكلة أنا نما غاديش زعمها عارفة عارفة تقنية أما بالنسبة لمبتدئات من الأفضل دهني القرص قبل ما يخمروا من اللي يخمروا دخلهم الفران لأن إلا خمروا وعد بديتي كتدهنيهم بحلقة تهبطيهم داك الخميرة ديالهم تقدري تخسري مثلا اللي غت غتدهن وغتورك عليهم غيتفشو من الأفضل يدهنوا ويتزينوا قبل ما يخمروا قبل ما يخمروا نيشان قد دخلهم يطيبوا أنا كيف مشتوه بعد مدهنتهم بالبيض أرش لهم لوجه ديالهم بالزنجلان وهذا هما القرص البلديين ديالنا اللي كيجوزوينين كيجو في مدقرة عديد الزهار والزرارة وهذا العجينة كيف مشتورة سهلة و عندكم فرش تحير وزعم ما تقدروا تدواجدوهم البنات وتبارك الله هما يكون فيهم الباراكة دعما هاتش اشتي هالبنات أنا جربت الماحل وجربت الضمين هذا راه فيه الباراكة سبحان الله ربتي يبارك فيه فيه بقوت ما فيه تمارى بقوت ما فيه الباراكة وإي حاجة كندربوا فيها تمارى وقديروا فيها مجهود ر Labor يبارك لنا فيها ر Labor كيشوف كل شي يعني وسبحال الله وفلوسه ربي كيضير فيهم الرزق تبيع الخبز ودار الدار عمل الخبز لأنك تضرب تمارة في ذلك الخبز تنود وتعجن باني وكتطيب وكتقابل الفران فربك يبارك لها في ذلك الرزيق تشري منه الدار تشري منه الطموبيل تشري منه مع تأشنه لأن ربي صبح الله هذه الخدمة فيها الباراكة أنا عند تجربة ديالي الحمد لله وفيها تمارة فيها التعب فيها من كذبوش لأن هالدومين شوية فيه تمارة بالخصوص لما كانش العوين ولكن الحمد لله ربيك يبارك لنا فيه الله وملك الحمد كيف ماشتوا البنات هنا بعد ما قديتهم كاملين خليتهم خمروا دخلتهم الفران وخليتهم ما شعلتش الفران خليتهم حتى خمروا كيف ماشتوا عادة شعلت عليهم الفران ماشي مشكل لكن تديرينهم في الفران وبانوا لكم خمروا خليوهم في الفران وشعلوا أنا دبا خليتهم في الفران وشعلتهم منه هو كيد فك يزيدوا خمروا منها غادي اللي غاي حمام زيارة غاي طيبوا أنتم عافية متوسطة ما تكونش مجهدة باش ما يتخطفش لكم ذاك البيض اللي من الفق يتحمر دغيه ويبقى وخضرين وما تكونش مهيلي يبقى ويكرموا في الفران عافية متوسطة أنا طاوة درتها في الفران القاز وطاوة درتها في فران الضو فران الضو درته على ميتين داراجة فران الضو درته على عافية متوسطة بالنسبة لفران ديال الضو أنا عندي إتيمات وفران الضو عندي تيفولي ستقولي بجوجهم تبارك الله زوينين سوف تشد رأسه و تتقلبي الطعوة هذا هو العيب الذي نعاني منه مثلا نسيت و تتحمر بزاف تقدر تحرق و تتحرق و يجب عليهم تتحمر و نشعل عليهم من الفوق و هنا سوف نوجد الحريشات التي يوجدون بالزربة أسهل حاجة أنا عندي هي الحريشات أراكم تشوفوني دي ممعتام داهم كي يجوني ساهدين و هنا عندي سميدة رقيقة حرشة 500 غ لف الكنز! لف الكنز – بشا! لف السميدة رقيقة ولا في الفوروس ولا في الفينو قلنا أأخذ الكنز – علا بزاف' سوّلتوني في الفيديو اللي فات دي صديق الملوي الكنز هو اللي قلنا أخذ و حتى الاتقان واللي كان عندي المحل كنا نخدمه بالاتقان حتى لو زوين هنا بنتت سس Beng ними ذا سميدة الرقيقة لمزته ote نهاية خمارة دي صفرآ دي الصفرة مليحة كل مصد كيلو كديروا عليخ أيض�나 دي صديق ملحة تتخبر من معلقة صغيرة مع مراج و معلقة كبيرة العسل انا عندي هذا العسل عادي شريته هكيا تقدروا اما معلقة كبيرة سكار صانيدة او معلقة كبيرة العسل عادي بحل بحال سوف نضيف العسل في محتة حمير و احد المادة ونزيد عليهم نصف كاس دي الزيت كل نصف كيلو دي السميدة يزللنا نصف كاس دي الزيت بالعبار دي الكاس العنبه صافي هني في هذه المرحلة كتبس بسو السميدة دي لكم مزيان مزيان واحد السر هالطريقة هادي تقدروا تديروها وتبيتوها تغطيوها وتبيتوها تلغطين عد تديرو لها الماء سوف يمحلات بزاف اللي كيخدموا بالطريقة كيبس بسو ماتل برميل اللي كيخدموا مثلا تلاتة اربعة الحراشية في الصباح وعوثاني في العشية كيكون عندهم الطالب كتير على الحرشة كيبس بسو السميدة هالطريقة الخميرة والملحة والسكار الاسيدية بالحلوه وسكار والزيت كيبس بسوها كيبس بسوها يديروها فيبرامل كيبقا وبغير يهزوا يضيدو غير خميرة الخبز والماء ويخلطوة حرشة ويضيروها و PSـ يديروها بالزيت مزيان وходورا جزوينة كييد GE PInytها بزافة الاجبنة لن تحتاج المسخون نهائيًا مثل الممار الروبيني أجدت أربع كاز الماء يجب أن تكون خفيفة أجدها ترتاح و تشرب السميدة لن تجد الحرشة مدقصة و تشقق عليكم من الجنب أجدت أربع كاز الماء لن تقرس السميدة لن تجدوخه نسك هي ت Legendary ليس شخص عليكم بعد ذلك الممい perceber أيها الأ عام نقوص بشدة اللباني لو كنت حتوب بشدة لا أهم جدوا ثم ربما ينكس فضروري اتخذوا هذه الحريشات لكي يأتي الحريشات مقادن وكي يأتي الحريشات موجودين عند المحلات لكي يبيعوا الوازم الحلويات لديهم البنات في القياسات صغار الموين وكنتال كبار لا تريد حرشات تلاتة دراهم وكنتال كبار وانا اخذت هذا القياسات عندي ثلاثة القياسات عندي هذا الصغير وعندي واحد زائد عليه قليلا وعندي هذا ولي زائد عليه قليلا صرح جوني صغير ورين ودرت هذا اللي زائد عليه قليلا وهذا البنات وعندي واحد كبير يعني كيدر ديك الحريشات كبيرة قليلا صافي هنا هي الطريقة سهلة كتهزو حفينا من ذاك الإناء اللي خلطتو فيه كتبس بسوها كتديروا أفيدكم حل حفينا كتتعمروها بالسميدة وكتديروا ذاك السيركل هانتو مشوتوا الطريقة سهلة وكتضغطو علي بذيك اللعيبة اللي كتجي مع السيركل باش كتتسطح ذاك الحرشة وكتجي ما كيجوش بيني الصباع فيها كتجي مسطحة ومقادة مزيانة كيجي شكل دياله زوين وصافيها البنات المقلة العافية تكون متوسطة ما تكونش مهيلة وما تكونش مجهدة باش انتو ما كتقرسوا على خطركم وهو ما كيطيبوا ويوم العافية متوسطة باش تكيجي الطياب ديالهم زوين وما كيتحرقوش صافيها البنات وتقابلوهم وما الحرشة عزديها كمدهبة زوينة لفتت في الطياب بحلة كتبان محروقة كتحرق ديك السميدة اللي الفوق صافي هنا يا الطريقة البنات كيف ماشتوا السهلة زعمات الحريشات أسهل حاجة وصراحة كيكون في محتومة الخير وزوينين هاكا القوتي صافي هنا يا كيف ماشتوا البنات غنستمر باش نطيب هاد الكيمية اللي عندي كاملة اغيهو ما وقفو عليهم باش هاكا الحاجة اللي ضربتوا عليها تمارا قابلوها باش تكمل زوينة حيث لا سهيتي على الحاجة وتحرقات كيبشي لك ذاك المجهود اللي دارتي في السيارة فمن الأفضل تعدبتي ودرتي الحاجة وقفي عليها حتى بعد مرة تخي كنسة وانا شخصيا كتوقع عليها كنكون حال مرة كندير اللوز إيفيلي يتحمر وكنسها كالقاذك اللوز يعني واحد ميسهاش على الحاجة صافي هنا بعدما تطابوه تبردو تكيد فاو وعد اخديس هاد الكريطين هادي كنفرش لالبابي أليمينيوم ولا الكاغيت ولا احساب دكش اللي انتو ما تعطو فيه الكومون ديالكم للناس وصافي وستفت الحريشات ديال كيجوا ورائعين كيجي فيهم حتى تذهب زوينة وكيجي شكل ديالهم زوين صافي هنا كيف مشتوا البنات القريصة بعدما تطابوه تبارك الله كيجوا ومفش في شين كيجوا ورائعين مقدرش نقسم معاكم شي وحدة لأنهم جوني نيشان ثلاثين قرصة انا عندي في الكومون ثلاثين جوني ثلاثين مقدرش نقسم معاكم شي وحدة ولكن الرقص لكم وحدة باش شوفوا الخفة ركيجوا وخفافين ورائعين كيجي فيهم ذيكالنسمة ذي الزهر ريحة ذي الزهر زوينة صافي هنا يغن قد انستف الكومون ديالي هاكا في الكريتنات وبالنسبة لتمن الكريتنات ركت دخلوه تأول بنات في التمن ديال بيع لأن الكارتون ردبه كل شي غلا كل شي باش ديري الكارتون وديري رمغا يبقى الكوالو دروري دخلوه تمن ديال الكارتون في الحساب ديالكو يعني ملي تحسبوه المجموع ديال المقادر ديال 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 حاجة احسبوه قاعدك شي اللي خسرتو فيها وهي البنات لكومون ديالي ها ديال ديال لكومون ديال البنات رك انتخلن شاركة معاكم البارح ولكن قدر الله ومشاء افعل وقعت ليا شي حاجة وصافي وتخربقت وتعصبت الحمد لله انا في هاد القناة اقسم بالله كي وقعو لي شي حويج لو كان نبارتاجي والله العالي العادم وربي شاهد على ما اقول يتندير بهم البوز تطلون سلق قناة وطلع الفيديو ولكن انا متى نبغيش شوها وماتى نبغيش دكشي الخيب نبارتاجي وماتى نبغيش دكشي انا هاده هو طبعي كان نبغي نبارتاجي دكشي اللي بديت فيه واللي كان ديره ما كان بغيش نخرج على النيطاق اما البرح والله القاسم انا غنعود هايكم زعمة بحل خوتتي هي كان عود ليكم وصافي كنت واقفة مشيت نجيب بنتي واقفة احدى المدراسة والله العادم كانت انها اخرجوني مسكينة ناعسة محزيت احطيت اهكا ناعسة في الطموبيل وطلعت يلا واقفة بغنتحرك نشوف التليفون وغنضي معاري وديز واحد الكاميو ديال البوطات من حدايا هو جر لي الجنب ديال الطموبيلة كامل عافتي معرفت راسي باش تبليت والمشكلة جر لي الطموبيل اهرب اهرب وانا دك الساعة ما عافتي معرفت راسي والناس مسكنوا واقفة احدى المدراسة كي يشوفوا احد الحالة عايت تعالى راجلي قال يتبعيه حيث ما شديد لها معطري كلمة قال يتبعيه صفي مشيت غنية هو مشت ضرق عليه مبقاش بينا نهره غير بقيت غاده وكاني جوز ناقي وحده خاوي وحده فيها الحوان فيها الهرية في الاخر دياله التي يقدر يدوز على ذلك الهرية يفرق ليه من البوطات وانا نهبط هو يبال ليه طف يبقيت كان كلاكسوني كان هو يوقف هذا صدقنا هذا راكم عارفين يعني بإمكاني في ذلك اللحظة غندير فيديو انتو مالبنات شوفوا راني واقفة مع الي يما بياه هادي ونصور ذلك الشي ونصور لكم الطموبيل هذا ما عنديش رعان طولي والله العادي مكت تصوب ونصور لكم ذلك الحالة ولكن ما انا ما تعطينيش نفسي وما نقدرش ندير ذلك الشي ما نقدرش صافي كنقول قدر الله مش افعل مني جات في الحديد مشات هل من حاجة كتوقع اقسم بالله غافل ما حل كانوا يوقعوا لي شي كواريت اقسم بالله العظيم الى لو كان نصور ذلك الفيديوات ندير بيهم البوط ولكن البنات انا ماشي ذك شي ماشي ديالي وما كنلقاش فيه راسي وما كان قدرش كان حشم انا قدع بش ندير الكاميرا ونبدأ نهضر على ذك الشي وعلى ذلك الكواريت اللي كي يوقعوا وهذا الشي اللي كان لبنات انا كان بغي نعطيكم محتوى اللي تستافدوا منه نقي وزوين وهذا الشي اللي كانوا تبقوا دي ما تشوفوا سناء الخوخي فوحة الصورة زوينة هاد الشي اللي كان سمحوا لي اخرجت على الموضوع ولكن غير فتحت لكم قلبي لان هاد اليومين كنت شوية معصبة وهذا كومند والله العادي مرة البارح اللي خدمتها ولكن اليوم عد كتاب نبارتاجيها وهذا الشي اللي كان وسمحوا لي وانا كانت حاجة وحدة اللي كان بغي منكم غير هو الفيديو هكا يم راكي يكون فيه واحد تعب لا ملكة سليهاد لكم ونظره ما نقول لكم راعةكم عار في الروينة وعاد المونتاج وعاد يعني غير خلي غير جيم غير كلي مزوينة في التعليق هذيك يدني وما فيها انا ما بغتشي حاجة الحمدولي الله هذيك البركة قليلة ومدومة ولا كثيرة ومقطوعة هذي شي اللي قسم الله احنا قانعين بيه وحامد الله وشاكرين وعليه وبالنسبة لتامن البيع غسم حولي يا لبنات خويت عليكم قلبي هذي القريصات خرجتهم جوج درهم الوحيدة والحريشات هم جوج درهم الوحيدة هذي هي الا كومند ديالي اللي خرجت هذ النهار كانت تمنى تعجبكم وستفدوا منها وغنقول لكم خليتلكم راحت الله واللايك اتبع علينا وعليكم مكاتب الخير هذي الدعوة اللي تقوله دائما وبسلام عليكم وانطلقوا فيديو جديد ان شاء الله